الوعل النوبي له حضور في حضارة العرب وأديانهم فتم تمثيله في الحضارة السبائية اليمنية بالإله عفتر إله المطر والرياح والخزق كما توجد رسوم صخرية للوعول بالجزيرة العربية من اليمن وحتى سيناء وكما كان للوعول حضور في أديان العرب وفنهم كان له حضور في ديوانهم حيث قال أمي بن أبي الصلب ليتني كنت قبل ما قد بدى لي راعيا في الجبال أرعى الوعولة كما ذكر الوعل في التناخ أو العهد القديم أو التوراة كتاب اليهود المقدس في سفر المزامير المزمور 104 النص 18 الجبال العالية للوعول الصخور ملجأ للوبر المخاطرة التي اتعرض لها الصيد الجائر بالإضافة إلى تقليص الموائل الطبعية نتيجة النشاط البشري في أماكن تواجده أما المفترسات في البرية فهم الزئاب والضباع وبنات آوة والفهود والنمور والعقب